الندوة المنظمة حول موضوع أبو بكر بن العربي المعارف خزانة العلوم وسلاة المغرب بالمشرق سلطت الضوء على تراث أحد أبرز علماء المغرب في القرن السادس الهجري فاختيار هذه الشخصية العلمية المرموقة نابع من الدور الذي لعبته في إغناء الثقافة المغربية الأصيلة والحفاظ على هويتها وهو معلمة فقهية مالكية مغربية لها سمات متميزة فيها علم كبير وانفتاح على قضايا التي عاشها هذه التظاهرة العلمية شكلت مناسبة لاستحضار العناية والرعاية التي يوليها صاحب جلالة الملك محمد السادس للعلم والعلماء بغية توفير الأمن الروحي للأمة المغربية في إطار التمسك بالثوابت الدينية التي اختارها علماء وصلاطين المغرب عبر تاريخه المشيد خدم المغرب خدمة جليلة وأدخل معظم كتب المشرق إلى المغرب وأدخل كتب العقيدة الأشعارية وكتب المذهب المالكي فكان مرجعا مهما عند المغاربة وعند المشارقة مختلف التدخلات خلال هذه الندوة ركزت على إسهامات أبي بكر بن العربي في نقل المذهب الأشعر في صورته النهائية وكذا حرصه على وحدة الأمة المذهبية